سمع الله لمن حميداً ربنا ولك الحم اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيف فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم لك الحمد على بلوغ شهر رمضان اللهم أهل له علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم اجعله شهر عزٍ ونصرٍ وتمكين للإسلام والمسلمين اللهم إن لنا إخوانا في هذا الشهر الكريم مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم فرج عنهم وأنجل المستضعفين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكتب لهم النصر والظبر على أعدائك يا رب العالمين اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم أنقذ المسجد الأقصى واجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم وفق رجال أمننا اللهم وفق رجال أمننا والمُرابطين على ثغورنا وحدودنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ومن لم يدركوا هذا الشهر الكريم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأوصيح مدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما يُنقَّ الثوب الأبيض من الدنس اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر